ولكن انا عاوز اتكلم على لعيب جديد اسمه جاكبو اللعيب ده كريم عنده تسعتاشر سنة بيلعب بيس في اين دهوفيد ده هيبقى المفاجأة بتاعت فنغال جاكبو ده كريم ده هيبقى مفاجأة بتاعت العالم بالزبط ده كلها انديت العالم عايزة تجيبه كريم ده هندف كراسي ده هندف كراسي ده هندف كراسي نشوف اه ارقام رابع عليك اه محمود الله ان انت جيب سيبك منه لعيب اول عساني في سيجي الريال هو لعيب جامد جدا لعب اربعة وعشرين مباراة ما بين دوري اوروبي وما بين تصفيات وما بين اه سوري عافوا ما بين يوروبا ليج وما بين دوري اه هولندي سجل تلتاشر هدف وصنع سبعتاشر وهو هدف الدوري حتى الان لعيب ممكن فيه بقى ميزة جميلة جدا هو بيلعب وينج ليفت هو بيلعب وينج على الشمال ولكن هو فيه مميزات ان هو بيقوم بدور صناعة اللعب تفرجت له على ماتشين في اليوروبا ليج وتفرجت له على قطات كتيرة الراجل بيلعب بكعبه حلو جدا عنده دريب الواحد الواحد بيرقس وحريف وبيلعب برجليل اثنين وعنده ميزة بقى كريمة اعتقد ان هو عشان كده هيلعب تلاتة اربعة واحد اثنين وهيلعبه هو تحت الفراودة ان هو دايما فكره في التلت الهجومي قدام مش ان انا اول ما برقس وهم شاو يتحطوا الشجر او عطول بيرقس والتاني لمسة بيبقى باس اسست لجول 18 فهو ممكن يبقى من مفاجآت فانجال في في السنة دي في كاس العالم وهو من العيبة البروميسين جدا وما اعتقدش ان هو هيبع عليه خناءة شبيرة السنة دي اكيد في الصيف